في فترة زمنية قياسية تغير مشهد اقتناء السلاح في الولايات المتحدة التي شهدت متاجر السلاح فيها اقبالا غير مسبوق بين العامين السابق والحالي ليستقطب ملايين الزبائن الجدد من البالغين اكثر من سبعة ملايين وخمسمائة الف شخص اشتروا اسلحة معطيات بالارقام تطرقت اليها دراسة نشرتها دورية اكاديمية امريكية لتظهر ان هذا الرقم تضاعف باكثر من مرتين عما كان عليه عام 2019 واللافت ان معظم هؤلاء لم يسبق ان حازوا السلاح وقدرت اعدادهم بنحو خمسة ملايين ونصف الحصة الكبرى من مشتريات الاسلحة الجديدة هي للامريكيين الافارقة والاناث وفق ما نقلت صحيفة دي جارديان عن معد الدراسة قبل ان تضيئ على الخطر الكامن على العائلات وافراد الاسر الامريكية مع تزايد هذه الظاهرة واذا ما عدنا الى اسباب الاقبال على اقتناء السلاح نجد ان معظم الاحاديث تعيد ذلك لجائحة كورونا والى الخوف من غياب الشرطة الذي ظهر مع الاجراءات الوقائية الا ان ذلك بدى ذريعة حملت في طياتها خلال الفترة الاخيرة اسبابا اخرى اختروا اعمق شكلها الغموض السياسي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال مرحلة انتقال الرئاسة وما سلفها من احداث نتجت عن تظاهرات حياة السود مهمة افضت مجمل التوترات الى جانب حرية حيازة الاسلحة التي يجيزها القانون الامريكي الى ارتفاع في جرائم القتل والاعتداءات بالاسلحة النارية بشكل ملحوظ وفق ما كشفه مسح لبيانات الجريمة في 34 مدينة كبرى بالولايات المتحدة موضعها امام ازمة قد توصف تداعيتها بالخطيرة اشتركوا في القناة